الناتو يجدد رفض عضوية اوكرانيا وفرنسا تدعو للحفاظ على قناة حوار مفتوحة مع روسيا وعدم خوض حرب ضدها اوكرانيا تقول ان موسكو فقدت نحو 15 الف من جنودها وان العملية العسكرية الروسية ستقل حدتها خلال شهر ابريل روسيا تجدد رفضها اقتراح ارسال قوات حفظ سلام الى اوكرانيا وتطالب بدفع عائدات النفط والغاز بالروبري التحالف يدمر زورقين مفخخين اعدى لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة واحباط هجوم عدائي في جنوب البحر الاحمر اهلا بكم الى هتين الساعتين الاخباريتين وسنبدأهم الحقيقة مما حذر به الرئيس الامريكي جو بايدن من ان احتمال شن روسيا هجوما كيميائيا على اوكرانيا معتبرا ذلك تهديدا حقيقيا وذلك قبل مغادرته الى اوروبا حيث سيشارك في لقاءات على مستوى القادة حول اوكرانيا هذا واعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي ان قادة دول الحلف يتوقع ان يتفقوا على توفير مزيد من الدعم الاوكرانيا للتصدي للتهديد النووي والكيميائي في مواجهة الغزو الروسي وقال عشية انعقاد قمة طارئة للنيتو في بروكسل انه يتوقع غدا ان يتفق الحلفاء على توفير مزيد من الدعم بما فيه مساعدة امنية سيبرانية بالاضافة الى معدات لمساعدة اوكرانيا في مواجهة التهديد الكيميائي والبيولوجي والاشعاعي والنووي هذا وحضر الرئيس الاوكراني زيلنسكي خلال خطاب بالفيديو امام البرلمان الياباني من مخاطر وقوع كارثة نووية محتملة مع استمرار العملية العسكرية الروسية مضيفا ان هناك اربع محطات طاقة نووية عاملة وخمس عشرة وحدة نووية في اوكرانيا وكلها مهددة هناك اربع محطات طاقة نووية عاملة على ارضنا تحتوي على خمسة عشر مفاعلا وكلها مهددة القوات الروسية اطلقت بالفعل من الدبابات على محطة الطاقة النووية في زابوريز هزهيا وهي الاكبر في اوروبا والحق القتال اضرارا بمئات منها والكثير منها معرض للخطر بشكل كبير كما ان القصف يهدد انابيب الغاز والنفط ومناجم الفحمة كما طالب الرئيس الاوكراني خلال حديثه عبر تقنية الفيديو امام البرلمان الياباني بفرض حظر للتجارة مع روسيا وسحب الشركات من الاسواق الروسية من الضروري فرض حظر على التجارة مع روسيا وسحب الشركات من السوق الروسية حتى لا تذهب الاموال الى الجيش الروسي ومن المهم ايضا مساعدة دولتنا وجنودنا لتمكينهم من كبح القوات الروسية بشكل اكبر وكذلك من الضروري البدء في التفكير في اعادة بناء اوكرانيا الان هذا ويصل الرئيس الامريكي جو بايدن الى بروكسل اليوم لاجراء محادثات مع الزعماء الاوروبيين بشأن العملية الروسية في اوكرانيا حاملا معه خططا لفرض مزيد من العقوبات على موسكو وقالت صحيفة وولد ستريت جورنال انها تشمل 300 عضو في البرلمان الروسي الدومة في برنامج بايدن حضور قمة طارئة لحلف شمال الاطلسي الخميس ولقاء زعماء مجموعة السبع وكلمة امام زعماء الاتحاد الاوروبي وعددهم 27 في جلسة للمدلس الاوروبي وتعهد بايدن بعدم الدخول في صراع مباشر مع روسيا لكنه وعد بان الولايات المتحدة ستدافع عن جميع اراضي حلف الاطلسي وامر بارسال المزيد من القوات الامريكية الى الجهة الشرقية للحلفة لتهدئة مخاوف الحلفاء وطمأنتهم قال مستشار الرئاسة الاوكرانية انه يتوقع ان تخف حدة العملية العسكرية الروسية في بلادي بحلول نهاية الشهر المقبل خاصة مع عدم قدرة القوات الروسية على التقدم في العديد من مناطق اوكرانيا واضاف المستشار الرئاسي الاوكراني في تصرحات متلفزة ان روسيا فقدت قرابة 40% من قواتها المهاجمة مستبعدا شن القوات الروسية حربا نووية في المنطقة هذا واعتبر الجيش الاوكراني ان لجوء القوات الروسية الى استخدام الاسلحة الثقيلة والطائرات الهجومية يعود الى المقاومة الشرسة التي يوجهها الجيش الروسي على الاراضي الاوكرانية فيما اكدت واشنطن انها تراقب عن كثب اي امداد عسكريا سينيا الى روسيا هجمات صاروخية لا تتوقف والتلويح باستخدام السلاح النووي ما زال مستمرا هجمات صاروخية شنتها القوات الروسية على مطار قرب منطقة كاراماتورسك حيث تتمركز معدات وافراد من القوات الاوكرانية فيما يؤكد الكرملين ان العملية العسكرية تمضي وفقا للخطط الموضوعة الجيش الاوكراني من جانبه اعتبر ان الجيش الروسي تكبد خسائر فادحة ويواجه مقاومة شرسة مضيفا ان المقاومة على الارض اجبرت القوات الروسية على اللجوء لاستخدام قاذفات القنابل والطائرات الهجومية والصواريخ الباليسية مؤكدا وجود انشقاقات في صفوف القوات الروسية وانها لا تملك ذخائر وطعاما كافيا لأكثر من ثلاثة ايام وفيما يتحدث دبلوماسيون غربيون عن خيبة امل في موسكو بسبب طول مدة العملية العسكرية اكدت واشنطن انها تراقب عن كثب اي محاولة صينية لدعم روسيا عسكريا لا يمكنني تقديم توقعات للمضي قدما ما يمكنني قوله اننا لم نشهد منذ محادثة الرئيس بايدن مع الرئيس الصيني توفير معدات عسكرية من قبل الصين لروسيا لكن بالطبع هذا شيء نراقبه عن كثب وسنواصل مراقبته وبين هذا وذاك تترقب الانظار نتيجة الاجتماع المرتقب للرئيس الامريكي مع قادة دول مجموعة السبع والاتحاد الاوروبي الذي اعلن عنه بعد ساعات من اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي ونظيره الروسي لمناقشة محادثات السلام الى كيف ينضم الينا من هناك مرسلنا حزيف عادل حزيفة مساء الخير لو نبدأ الحقيقة بان البعض يقول العمليات تشارف بشكل او باخر على نهايتها هل ثم تهدوء تلحظونه الان في اطار رصدك للعمليات العسكرية نعم أهلا بك محمود في الحقيقة هذا حقيقي يعني نلمس هذا نعم نلمس هذا الامر ليس فقط في العاصمة كيف ولكن ايضا من المعلومات التي نتلقاها من الجهات الرسمية وايضا بحسب مصادرنا في المناطق المختلفة فالعملية العسكرية تواجه مقاومة كبيرة في مناطق مختلفة وهذا طبعا يدلل عليه هو توقف القوات في المناطق التي هي فيها منذ أيام طويلة على سبيل المثال في محيط العاصمة كيف ما زالت القوات في منطقة بوتشا ولم تتقدم أكثر من ذلك والعمليات القتالية مستمرة واليوم وردتنا أنباعا أن القوات الأوكرانية استطاعت أن تصل إلى إيربين وأن تستطيع أن تحرر أجزاء كبيرة من إيربين وأن تدفع بالقوات الروسية فقط في محيط منطقة بوتشا لا أكثر من ذلك بالأمس طبعا كان هناك تحرير لمنطقة مكارف وهي في محيط العاصمة كيف وكانت قد استولت عليها القوات الروسية منذ بداية الحرب منذ الأيام الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا أيضا كان هناك محاولات زحف في اتجاه الجنوب للعاصمة كيف وأيضا تتوقف هذه القوات في منطقة ياسناغورد ولم تستطع التقدم أكثر في اتجاه الجنوب منطقة سومي أو مقاطعة سومي التي واجهت قتال عنيف واليوم كذلك كان هناك قتال عنيف في مقاطعة سومي وفي أختيرك تحديدا واليوم الرئيس فلاديمير زيلنسكي تحدث بل وأثنى على القوات الموجودة في أختيرك والتي دافعت بشراسة عن الهجوم الذي تم نحو مقاطعة سومي بشكل عام في مدينة أختيرك تحديدا وما زالت هذه القوات هي في محيط أختيرك وهي أقرب المناطق عفوا في محيط مقاطعة سومي وسومي هي أقرب المناطق إلى الحدود الروسية يعني من اتجاه الروسيا طبعا تعلم أن الحدود من بيلاروسيا إلى العاصمة كيف هي قصيرة جدا لذلك تجد أن هناك قوات استطاعت أن تقترب من العاصمة كيف في منطقة شيرنيغف في منطقة سيفرسكي ما زالت القوات الروسية في تلك المنطقة والقتال مازال مستمر هناك اليوم السيدة الكسياريستوفيش مستشار الرئيس ولادي ميرزيالينسكي تحدث عن تعويض القوات الروسية عن عدم تقدمها أرضا بالقصف الجوي في كيف وأيضا في شيرنيغف وقال أن هناك محاولة لتنفيذ سيناريو ماريوبل في مدينة شيرنيغف التي تم قطع الغاز والكهرباء وجميع الخدمات عنها والآن المواطنين هناك يعانون بشكل كبير موضوع العملية يعني زيلنيسكي يحذر من وقوع كارثة يعني أنا أشير للعاجل حزيفة على شاشتنا حال استمرار العملية العسكرية كارثة نووية وهو يشير إلى أربع محطات تحديدا يعني وبالتالي نحن نعرف يعني زبروجيا وشارنوبيل لكن ماذا عن هذا الموضوع تحديدا هل هو يثير هذا القلق الكبير في الداخل بهذا الشكل هل الكهرباء ما زالت مغطوعة عن تشير نوبيل وبالتالي هناك قلق من المفاعلات الموجودة في الداخل مثلا نعم هذا حقيقي وهناك تخوف كبير من الجانب الأوكراني والحكومة الأوكرانية قامت بنداء إلى جميع الدول العالم بأن تتدخل في هذا الأمر وأيضا اقترحت أن تكون هناك 30 كيلومتر في محيط المفاعل النووي منطقة منزوعة السلاح لا تكون فيها أسلحة أوكرانية ولا أسلحة روسية لا تكون هناك عمليات قتال في تلك المنطقة وأن يلتزم الطرفان بذلك أيضا اقترحت أن ترسل الخبراء ولكن الجانب الروسي يرفض ذلك وأيضا اقترحت أن تقوم المنظمات الدولية المشرفة أن تشرف على هذه المنطقة وأيضا حتى هذه اللحظة الجانب الروسي يرفض ذلك لذلك هناك تخوف كبير خاصة أنه لا توجد رقابة حتى أجهزة الرقابة عن بعدة التي كانت تراقب بها القوات السلطة والحكومة الأوكرانية أصبحت لا تعمل والآن الحكومة الأوكرانية ليس لديها أي معلومات عن هذه المنطقة وعن هذه المفاعلات شكرك حزيفة عادل مراسلنا في أوكرانيا في كييف شكرا جزيلا لك ونبقى الحقيقة في أوكرانيا لكن من زاوية أخرى من منطقة دوناتسيكل الانفصالية الصحفي رائد الأغبر رائد أهلا بك رائد لو في المنطقة المتواجد فيها تضعنا في صورة حركة يعني عملية العسكرية التي تدور في البداية مساء الخير لك ولكل المتابعين يعني المنطقة نحن في قلب العاصمة المدينة وهذا المكان هو هادئ نوعيا أو نسبيا لأنه هو يعتبر بعيد شيئا عن المعارك التي تدور ما بين الانفصاليين من بنيات فالوغانس وبدعمان بروسي لكن هذه المنطقة تقصف استمرار بصواريخ أحيانا وبخذائف من المدافع يعني بالأمس كان هناك عدة ضربات وصفها المتحدث الرسمي باسم القوات المتصاليين لأنها أكثر من مئة ضربة صاروخية وقذيفة على منطقة دانسك بشكل عام وعشرين قذيفة أو صاروخ على الداخل المدينة هنا من الجيش الأوكراني ولا من الروس؟ من الجيش الأوكراني نعم أنا دعني أفسر لك بالتحديد من أين القذائف يعني ومن أين العمليات العسكرية تكون وكيف يكون عمليات تحرير اليوم قالوا بأن هناك أربع محاور تتقدم فيها القوات العسكرية للانتصاليين بالدعم الروسي طبعا سلاح الجو الروسي يغطي الانتصاليين على العرب هذه الأربع محاور تمتد من الغرب الجنوبي من غرب جنوب أوكرانيا ومن الجنوب ومن الغرب ومن الوسط تمتد من منطقة بوركبة هناك سيطرة كاملة لجيش الانتصاليين في منطقة بوركبة وانتقلوا إلى منطقة كاروخبة كاروخبة تم تحريرها بالكامل وقالوا بأنهم ضربوها بقذائب سوء مئتين وثلاثة التي تستطيع أن تنسب حتى الخرسانة المتينة التي تبنى منها الملاجئ للعسكريين الأوكرانيين إذن انتهينا من غوركبة وكاروخبة وصلنا إلى منطقة بيسكي منطقة بيسكي هذه هي الأقرب إلى دانيتسك هنا حيث نحن وهي تعتبر منطقة جبلية مرتفعة نسبة إلى دانيتسك المنبسطة والتي يستقيمها الأوكرانيون الجيش الأوكراني والقويون الأوكرانيين حسب وسط روسيا والانتصاليين بقصد المناطق السكنية والمدنية لو تسمح للأغلبية العامة بالنسبة للشعب مع من؟ يعني يصور لنا الوضع بأن منطقة دانيتسك هي منطقة أغلبيتها يولون الروس والبعض الآخر من الأوكرانيين يصوروا أنهم أقلية القومين الروسية أقلية والناطقين بالروسية أقلية وبالتالي الغلبة للأوكرانيين السورة لديك لمن الغلبة في هذا الأمر تحديدا في هذا الإخليم المتنازع عليه أصلا يعني نقطة هامة نوحت عليها زميل العزيز المنطقة هنا يغلب على القاتلين فيها الطابع الروسي والنغة الروسية والتقافة الروسية بشكل عام وهي تاريخيا تعود إلى الإمبراطورية الروسية وتم إهداؤها إلى أوكرانيا من قبل الزعناء يعني السوفيتيين في حقبة العهد السوفيتي وأصلحت أوكرانيا الجديدة أوكرانيا القديمة هي تطع قدودها القريبة من بولندا وهي الليبيب أو البوب اللغة الروسية ويعني حتى وصولا إلى المنتصف إلى كييف وهو هذا آخر حتى يقال بأن يعني أنا ربما لم أدرس التاريخ جيدا لكن يقال أن كييفيا كانت أيضا يعني تابعة للإمبراطورية الروسية إذن معظم هذه المناطق شرق أوكرانيا وصولا إلى الوسط هي ناطقة باللغة الروسية تحمل التقافة الروسية وموالونة لروسيا بالعرق السلابي والدن ويعني حتى أيضا الأوكرانيين من الطرف الأخرى المصلابيين لكن هناك يعني ولاء لمنطقة بولندا والإمبراطورية البولندية وهنا في الجهة الشرقية ولاء لروسيا والإمبراطورية الروسية كل هذا يعود إلى التاريخ والولاءات تعود إلى الأصول والارتباطات العرقية والقرابة الآن في الوضع الذي نحن فيه الآن هناك هناك بالفعل حتى من أبناء الجلدة الروسية والدم الروسي من هو يناهض هذا العمل العسكري حقيقة نحن للشفافية ولقول الحقيقة هناك أسواق ولكن هذه الشرائحية تعتبر قليلة نسبة إلى الشريحة الكبيرة التي تؤيد الانتصال وتؤيد الانضمام إلى روسيا نظرا لعودة روسيا لما كانتها وعظمتها وعضع الاقتصادي نحن نتكلم عنها قبل العقوبات المفتوضة حاليا العقوبات الصالمة يعني الكل كان يفضل الارتباط بروسيا يعني الانتحاق لوقب التقدم الروسي في السنوات الأكيرة صحفي رائد الأغبر من منطقة دوناتسك شكرا جزيلا لك رائد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء من احتمال شن روسيا هجوما كيميائيا على أوكرانيا وهو تهديد حقيقي وذلك قبل مغادرته إلى أوروبا حيث سيشارك في لقاءات على مستوى القادة حول أوكرانيا وقال بايدن للصحفيين خلال مغادرة البيت الأبيض قبل سفره إلى بروكسل يعتقد أنه تهديد حقيقي قال المستشار الرئاسي الأوكراني أنه يتوقع انتهاء المرحلة النشطة من الغزو الروسي بحلول إبريل نيسان المقبل إذ أن التقدم الروسي توقف بالفعل في الكثير من المناطق وأضاف في تصريحات للتليفزيون المحلي أن روسيا فقدت بالفعل 40% من قواتها المهاجمة وقلل من احتمال أقدام روسيا على شن حرب نووية وفاد بيان لرئاسة هيئة الأركان الأوكرانية نشرته اليوم الأربعاء أن روسيا فقدت نحو 15600 من جنودها خلال عملياتها العسكرية وأن الجيش الأوكراني دمر أكثر من 200 مقاتلة ومروحية روسية و42 طائرة دون طيار إضافة إلى أكثر من 3000 دبابة ومدرعة ومدفعية روسية و47 نظام دفاع جوي وأضاف البيان الأوكراني أن القوات الروسية فقدت أيضا أكثر من ألف مركبة عسكرية متنوعة إضافة إلى أربعة زوارق سريعة و70 عربة وقود في هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مخزن أسلحة للقوات الأوكرانية في شمال غرب البلاد وذلك بضربة صاروخية دقيقة من البحر 22 مارتا ويساكتشنا مروج من بلشي دالنسة مارسكوة وبازيروانة ننسون удар بأرسنال في نسلونة أورجو 14 كيلومترا في سيفر زفادي города رونا في مرطا عقل العرب الأخرى يقتضح Statesاكتشنا with military strength وحسب و يترجم تذكري uقعات من البحر أطنم بقليللاليًا والعرميثي وعرميثي اتنامي وعره بعقل المحلي في السبب أجمنا 97 أميكات ويئة إنستردر المتائية بينهم 2 سورة وذلك وعديد المتركز أنسي وضع الملاشقية موسيقية 8 زنية ورساكت وصف المترجم للقناة المترجم للقناة في قرارات قادة وفي مصارد دول لأن لكم خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه المترجم للقناة المترجم للقناة أعلن أحد المفاوضين الأوكران أن المفاوضات بين بلاده وروسيا صعبة لأن الجانب الأوكراني لديه مواقف واضحة ومبدئية في هذه الأثناء توقع مستشار الرئاسة الأوكرانية أن تخف حدة العملية العسكرية الروسية في بلاده بحلول نهاية الشهر المقبل لا سيما مع ما قال إنه عدم قدرة القوات الروسية على التقدم في العديد من مناطق أوكرانيا وأضاف المستشار الرئاسي الأوكراني في تصرحات أن روسيا فقدت قرابة 40% من قواتها المهاجمة وقال الرئيس الروسي أن تجميد بيع الدول الأوروبية لأصول روسية يعد نقطة سوداء مضيفا خلال اتماع عبر الفيديو مع أعضاء الحكومة أن الغاز الروسي الذي يتم تصديره إلى الدول غير الصديقة سيتم التعامل به عبر عملة الروبل الروسية خلال الأسابيع الماضية كانت هناك مجموعة قرارات من بعض الدول الأوروبية بتجميد كثير من الأصول الروسية وعمليا قد أصبحت هذه نقطة سوداء في العملات الأوروبية والأمريكية وفقدت مصداقيتها وفقدت الثقة فيها وبلا شك هذا عجز لأوروبا أمام روسيا والآن الجميع بات يعرف بأن الدولار غير موثوق به وغير مضمون ولن أخذ في التفاصيل ولكن من الواضح أن إرسال بضائعنا إلى أوروبا أو الولايات المتحدة والحصول مقابل ذلك على الدولار أو اليورو هذا أمر لا معنى له ولذلك أطلب اتخاذ القرارات بعدم التعامل باليورو أو الدولار وأيضا الغاز الروسي الذي يصل إلى الدول غير الصديقة فسيتم التعامل به عن طريق الروبل أكد وزير الخارجية الروسي سرغيل فروفا أن بلاده تملك الخبرة الكافية للدفاع عن أرضها وكل محاولات عزل موسكو ستفشل كما وصف لفروف محاولة الولايات المتحدة ضغط الصين لفرض عقوبات على روسيا بالمهينة لدينا خبرة كبيرة للدفاع عن روسيا لضمان أمننا وقيمنا ومصالحنا ولتحقيق جميع أهداف الاتحاد الروسي المرجوة هناك عدة محاولات لعزل روسيا لكنها ستبوء بالفشل لأن لدينا العديد والكثير من الأصدقاء يجب أن ننظر في أمر الدول التي أعلنت فرض العقوبات وكذلك الدول التي تخلت عنها فواشنطن تحاول الضغط على بكين وأنقرة بشأن فرض عقوبات وما تفعله الولايات المتحدة يعد إهانة للصين وغيرها من الدول الكبرى فيما يتعلق بالعقوبات لقد كانت دائما كما وصفها الرئيس بأن نطاقها مبالغ فيه وكل هذا يحدث لردع الاتحاد الروسي ومن أجل إقامة نظام عالمي أحادي القطبة بشكل حصري كل هذه العقوبات موجهة ضد القادة والساسة الروس لكن المواطنين الروس أيضا سيتأثرون إنهم يشنون حربا شاملة لتمزيق اقتصادنا وتدميره ومع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتعثر المفاوضات بين الطرفين تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل ثلاثة قمم رئيسية خلال اليومين المقبلين هي قمة الحلف الأطلسي وقمة الاتحاد الأوروبي وقمة مجموعة السبع بمشاركة بايدن وأكدت مصادر فرنسية أن الخيط الجامع بين القمم الثلاث ووحدة الموقف الغربي تجاه روسيا وزيادة الدعم متعدد الأشكال لكييف وبحث سيناريوهات الخروج من الحرب وستركز القمة الأطلسية على الحاجة لتطوير مفاهيم الحلف للسنوات المقبلة بما يتلاءم مع التهديدات الجديدة متعددة الأشكال فيما يتوقع أن تفرض كل من القمة الأوروبية وقمة مجموعة السبع عقوبات إضافية على موسكو رغم الانقسامات الأوروبية وأضافت المصادر أن مطالب الرئيس الأوكراني الثلاث بالانضمام إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي وإقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا لن تكون موضوعا للتفاوض هذا وتتميز القمة الأوروبية بتبني قادة الدول السبع والعشرين ما يسمى بالبوصلة الاستراتيجية وهي خريطة طريق للسياستين الأمنية والدفاعية للاتحاد الأوروبي حتى عام 2030 من بيروت ينضم لنا العميد خليل الحلوى الباحث في الشهون السياسية والاستراتيجية سعدت العميد في قمة حلف الأطلسي يعني ضمن الضوابط المطروحة للنيتو تحديدا ما الذي يمكن أن يعطيه للأوكرانيين من سلاح وما الذي لا يمكن أن يدخل إلى حيزه يعني البعض يقول ممنوع الدفاع الجو أن يتطرق إلى أن يزود مثلا الأوكرانيين بدفاع جو ممكن يعطي قطع أسلحة بسيطة لكنه غير قادر على أن يعطي المزيد من الأسلحة نوعية سلاح مهمة في هذه النقطة نعم سيدي الأمر ليس بهذه البساطة أولا يجب أن نلقي الضوء أن الأوكرانيون أو القوات الأوكرانية المسلحة ما زالت لديها دفاعات جوية فاعلة من طراز S-300 وهذه الدفاعات الجوية هي التي منعت الطيران الروسي من السيطرة بالكامل على الأجواء الأوكرانية وهنا أريد أن أشير أن عدد الطلعات الجوية الروسية يوميا تقدر بين 200 و 300 طلعات 80% منها خارج الأجواء الأوكرانية هي فوق الأجواء أجواء بيلاروسيا وفوق أجواء روسيا من حيث تطلق الصواريخ البعيدة المدى إذن النظام الدفاع الجوي الأوكراني ما زال يعمل هذا أولا طب قبل ثانيا نوسات العميد آسف جدا لكن أنت تقول كلام مهم قبل ثانيا إذا كان الأوكرانيين يملكون منظومة دفاع جوية قوية لماذا الرئيس دائما يطالب بحضر جوي فوق سماء أوكرانيا البعض يقول لأن الحقيقة سماء أوكرانيا متاحة ويملكها الروس كاملا ولو كان لديهم منظومة دفاع جوي قوية لربما ما كان الرئيس يطلب أن يكون هناك حظر جوي فوق السماء الأوكرانية سيدي الحظر الجوي لا يتم بوسطة الدفاعات الأرضية فقط أنا أقول أن الدفاع الجوي الأوكراني فاعل ولكن لا أقول أنه يغطي كامل سماء أوكرانيا ولا أقول أنه يمنع الطيران الروسي من العمل هذا ما لم أقوله على الإطلاق إنما عندما يكون هناك منظومات S300 لدى الأوكرانيين الطريقة الوحيدة لتزويدهم بمنظومات يمكنهم أن يشغلوها بسرعة هي منظومات شرقية أي أن الدول التي تمتلك منظومة S300 هي الدول حلف ورسو السابقة والتي هي الوحيدة التي تملك هذا النوع من الدفاعات الجوية إضافة إلى اليونان التي تملك أيضا S300 إذن هذا ممكن أن تتخلى هذه الدول عن هذه المنظومات وهذا ما يمكن أن يتم بحثه ضمن الناتو ما يمكن أن يتم بحثه أيضا هو الاقتراح البولندي ولكن لا أظن أنه سيكون سيلخى أزانا صاغية البولنديون يقترحون قوة مشتركة للناتو لحماية الممرات التي يتم تمرير المساعدات إلى أوكرانيا من داخل بولنديا وهذه المساعدات ليست فقط مساعدات عسكرية إنما هي أيضا مساعدات إنسانية ولكن بالعودة إلى الأسلحة وما كنت أقولها أيضا أن الدول الناتو وتحديدا الولايات المتحدة ودول البلطيك وغيرها زودت الأوكرانيين بصواريخ ستينجر من الجيل الجديد وهذه الصواريخ قد أسقطت عدة طوافات روسية من تراس كاموغ 52 الحديثة والأوكرانيون يتحدثون عن إسخاط مائة هليكوبتر هذا أمر مبالغ به ولكن من المؤكد أن هناك العشرات سقطت لماذا؟ لأن منظومة الـ S300 تمنع الطوافات والطائرات الروسية من العمل على علو متوسط ومرتفع هذه الطوافات مجبرة على أن تخفض وهنا نراها على الشاشة الكاموغ 52 هذه الطوافات تنخفض وتطير على علو تحلق على علو منخفض لكي تقوم بمهماتها وهناك تصطادها صواريخ أسطينجر إذن عندما نتحدث عن سلاح مضاد للطائرات نتحدث عن عدة أمور طبعا لن يكون هناك أي بحث في تزويد أوكرانيا بمنظومة الباتريوت لأنها تحتاج إلى تدريب وإلى صيانة مما يعني أن دول ناتو ستتورد في أوكرانيا بينما هذه المنظومة منظومة الباتريوت تم نشرها جنوب بولندا لحماية المطارات البولندية الجنوبية الشرقية التي تستقبل الطائرات الآتية من الولايات المتحدة ومن دول أوروبا والتي تزود أوكرانيا بالزخائر إذن الأمر ليس أبيض وأسود وليس إذا يمكن أو لا الأمر متشاعب وأظن أن هناك إيجابيات في هذا الأمر لكن في حديث من يعني مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لتركيا مثلا بأنه اعطوا المنظومة S-400 اللي موجودة عندك يا أتراك للأوكرانيين وبالتالي سنضمن لكم أنهم حتى لو تعقدت العلاقات السياسية مع الروس إحنا سنعود هذا الأمر وبالتالي طلب الحديث من أعضاء في النيتو بأن يعطوا منظومة S-400 مثلا لأوكرانيا وبالتالي هذه نقطة أيضا صحيح سياسيا وضمن التفاقات توريد الأسلحة هذا صعب جدا لكن على الأقل ذكرت نعم هذا الأمر كذكر ولكن ما أريد أن أضحه هنا أن منظومة S-400 هي غير منظومة S-300 هي متطورة أكثر ويمكنها أن تطال الطائرات خارج الأجواء الأوكرانية ويمكنها أيضا أن تسقط الصواريخ ويمكنها أيضا أن تضرب أهداف أرضية منظومة S-400 موضوع يختلف عن S-300 وأريد أن أذكر هنا بأن هذه المنظومة التي تركيا استلمت جزء منها هي تصنع أكثر من 80% من جزئياتها الروس لم يعطوا المنظومة مصنعة وجاهزة للاستعمال إنما أعطوا الأتراك وأريد أن أقول هنا أن تركيا هي دولة مصنعة لاستلاح ومتطورة جدا وهي تصدر سنويا بما قيمته ثلاثة مليارات دولار السحة إلى مختلف البلدان وبالتالي هي تصنع القسم الأكبر من هذه المنظومة والاتفاق مع روسيا هناك بند واضح جدا لا يمكن لتركيا أن تبيع هذه المنظومة أو توهبها لطرف ثالث دون موافقة موسكو والعلاقات التركية الروسية هي علاقات معقدة من ناحية أن روسيا تزود تركيا بأكثر من نصف حاجاتها من الطاقة غاز ونفط وتركيا هي وجه البلد الأول الذي تذهب إليه الصادرات التركية هي روسيا وبالتالي تركيا لا تريد أن تعكر هذه العلاقات مع أنها تلعب دور مهم جدا في أوكرانيا كدولة متكاملة أو لا يتجزأ من الناتو وهي دون أدنى ريب تساند القوات الأوكرانية وبالتالي حافظت على علاقتها التجارية مع روسيا والنفطية والغازية وفي نفس الوقت أخذت موقفا متقدما مع أوكرانيا ولكن إذا أخطت خطوة بتزويد أوكرانيا بمنظومة الأس 400 هذا ممكن أن ينعكس سلبا على العلاقات الروسية التركية ليس فقط مباشرة إنما أيضا في المسرح السوري حيث الطرفان يتواجدان ويحاولان التعاون إذن الموضوع ليس بالسهولة التي يمكن أن يظنه البعض الأمريكيون يريدون أن يخطوا هذه الخطوة الأتراك لإبعادهم عن الروس ولكن أظن أن ذلك لن ينجح شكرا جزيلا سعاد العميد خليل الحلو الباحث في أشؤون السياسية والاستراتيجية سعاد العميد شكرا جزيلا لك أعلنت الرئاسة الفرنسية أن أوكرانيا طلبت من باريس الحفاظ على قناة حوار مفتوحة مع روسيا معتبرة أنه عنصر أساسي للأمن الأوروبي وأضافت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحمل لقمة الناتو رسائل من ضمنها التركيز على أهمية الدفاع الجماعي وهذه نقطة مهمة للأمن الأوروبي وأضحت أن هدف فرنسا خلال قمة الناتو إظهار الوحدة والتصميم على حماية الحلفاء الأكثر تعرضا في أوروبا الشرقية مع الحفاظ على طريق الدبلوماسية وتجنب أي تصعيد كما أكدت وقوفها إلى جانب أوكرانيا دون أن تخوض حربا ضد روسيا متعهدة بفعل كل ما بوسعيها كي يغير بوتين موقفه وعشرت إلى أن روسيا تطلب ضمانات أمنية مع أنها المعتدى ولا يمكن طلب ضمانات من المعتدى عليه أي أوكرانيا دعا الرئيس الوزراء الإيطالي للتحاد الأوروبي إلى إبقاء مساحات الحوار مفتوحة مع بكين كونها تلعب دورا مهما في الدينماكيات الجيوسياسية والأمنية في العالم على حد قوله Lo sforzo diplomatico deve coinvolgere anche altri Paesi In particolare la Cina ricopre un ruolo di grande influenza nelle dinamiche geopolitiche e dinamiche di sicurezza globale È fondamentale che l'Unione Europea sia compatta nel mantenere aperti spazi di dialogo con Pechino perché contribuisca in modo costruttivo allo sforzo internazionale di mediazione Il vertice Unione Europea-Cina del prossimo 1 aprile sarà un'occasione per sottolineare la nostra posizione Dobbiamo ribadire la nostra aspettativa che Pechino sia stenga da azioni di supporto a Mosca e partecipi attivamente e con autorevolezza allo sforzo di pacea أضاف أيضا أن الرئيس بوتين لا يبدي أي اهتمام بالتوصل إلى هدنة من أجل نجاح عملية المفاوضات مؤكدا أن خطة بوتين تختصر على كسب الأراضي الأوكرانية عسكرية La nostra volontà di pace si scontra però con quella del presidente Putin che non mostra interesse ad arrivare a una tregua che permetta ai negoziati di procedere con successo Il suo disegno appare piuttosto quello di guadagnare terreno dal punto di vista militare anche ricorrendo a bombardamenti a tappeto come quelli a cui assistiamo a Mariupol Per questo la comunità internazionale ha adottato sanzioni sempre più dure nei confronti della Russia Lo sforzo diplomatico potrà avere successo solo quando lo vorrà realmente Mosca Meade El suo disegno appare getting to the ills المسؤولa عن منطقة تشيرنبل المحظورة بأن القوات الروسية دمرت أحد مختبرات محطة تشيرنبل النووية والذي يعمل على تحسين إدارة النفايات المشعة فيما قال الرئيس الأوكراني زيلنسكي أن القوات الروسية قصفت أيضا محطة سومي النووية ما أدى لتسرب مادة سامة محذرا أن استلاء القوات الروسية على محطة تشورنوبل النووية قد يكرر كارثة الانفجار النووي قالت شركة توتال أنرجي الفرنسية أنها لن تجدد عقودها لتوريد زيت الغاز والنفط الخام الروسي ولن تضخ رأس مال جديد في مشروع القطب الشمالي تو لن نستثمر رؤوس أموال إضافية في روسيا ولقد وضعت مع مجلس الإدارة علامة على كل الأعمال المستقبلية التي كنا نقوم ببنائها في روسيا أخبرت شركاءنا الروس بوضوحة لن نستثمر المزيد من الأموال في مشروع القطب الشمالي المتعلق بالغاز الطبيعي الروسي لقد استثمرنا ملياري دولار ولن يكون هناك المزيد لأن الموضوع يتعلق الآن بالمسؤوليات لا يمكننا الاستمرار في الاستثمار في بلد خارج عن القانون ولا يحترم قيمنا من خلال أفعاله بدون الغاز الروسي يتوقف جزء كبير من الاقتصاد الأوروبي ولكن يجب علينا إيجاد بدائل قال نائب رئيس الوزراء الروسي لإكساندر نوفاك أن رفض الاتحاد الأوروبي بدأ خط أنبيب نورد ستريم 2 أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء بشكل جنوني في أوروبا بالنسبة لأستثمر في الأسعار جزء مجتمع الروسي Если в прошлом году Европа не смогла закачать достаточной количество газов своей подземной газовой хранящей в летний период то в этом году риски незаполнения ПХГ еще выше Евросоюз в اورу задуматься о прохождении следующей зимы и на мой взгляд об этом там никто не думает поэтому запрет навод в эксплуатацию северного потока 2 на мой взгляд абсолютно абсурд и непонимание энергетических балансов من لندن ينضم إلينا السيد باباك إماميان الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية سيد إماميان أهلا بك في البداية نقرأ الحقيقة أو نعرف الأثار التي يمكن أن تترتب على أن بوتين يبيع الغاز والنفط ولكن يقبض بالروبل الروسي وليس بالدولار كيف يمكن أن يؤثر ذلك بداية نقول أن الآن هناك فصل تام بين السياسيين من كل الأطراف يفصلون بين السياسة والواقع يفردون العقوبات على روسيا ويقولون أن النفط والغاز الروسي يمكن الإحلال مكانه بفترة بسيطة الأمر يتطلب كثير من الاستثمار والعمل الهندسي والتغيرات السياسية والاقتصادية لاستبدال النفط الروسي لكن السياسيين في الغرب ينكرون الواقع وهم يقولون أنهم يتوقعون أن أسعار النفط قد تنخفض إلى تسعين ولكن الأسواق تقول أنها أكثر من مئة فهناك فجوة كبيرة بين السياسة والأسواق والواقع والأمر ذاته ينطبق على الجانب الروسي هم يتلاعبون على ذات الشيء فحاليا هناك الشعب يعاني ولكن السياسيين لا يقبلون الواقع هل يتأثر الروس أكثر أم الغرب أكثر حينما يقبض بوتين أموال تصدير النفط والغاز بالروبل وليس بالدولار يعني هذا صحيح الروس يتأثرون أكثر من الغرب لكن علينا أن لا نقلل من شأن الروس الذين هزموا ألمانيا النازية وهؤلاء من لديهم صباق في الفضاء والمشكلة هي أنهم يمكن أن يكونوا أكثر صدقية تنمى الصين فالروس والصين الآن أقرب روزفلت في الـ 41 ساعة الروس قبل أن تدخل أمريكا الحرب فقال إن كانت ألمانيا النازية لديها إمكانية لموارد الطبيعية الروسية سيصبح هتلر منيعا ولا يمكن هزيمته والآن نحن نصنع من الصين ذات الوحش غير المهزوم حتى الآن الصين سياسيا مع الروس لكن اقتصاديا لا أدري تقييمك للموقف الصيني يعني ما الذي يمكن أن يقدمه الصينيون اقتصاديا للروس في هذه النقطة تحديدا وفي ظل هذا الكم الكبير من العقوبات الصين أبدأ قدرة كبيرة في تحسين اقتصادها ورفع شعبها من براثنا الفقر أي قبل سبعين سنة الاقتصاد الصيني كان أصغر بكثير من الاقتصاد البريطاني الآن سبعة عشر عاما مرت وهو الآن الاقتصاد الصيني ستتمر أضعاف الاقتصاد البريطاني والآن أثبت كيف يمكن أن يحسن الاقتصاد وتوسعته وهذا ما يحاولون فعله بالاقتصاد الروسي لمساعدته في التوسع وأن يصبح أكثر ازدهارا هذا ما يغفله الغرب السياسيون في الغرب يغفلون هذا البعد الجيوسياسي نعم في الجانب الآخر أنت قلت الروس يخسرون لكن ماذا يخسر الغرب يعني من ميزانياتهم ومن سيدفع الفاتورة المواطن الغربي أم السياسي الغربي هذا سؤال جيد جدا لن يكون السياسي فكل السياسيين في الغرب يلاحقون العنوين الرئيسية في الأخبار ما هي العنوين ويتبعونها وليس الواقع ففي نهاية الأمر الشعب هو من يدفع الثمان التضخم الآن أكثر من ستة بالمئة في بريطانيا وقد يصل إلى ثمانية أو أكثر من عشرة بالمئة قريبا وكل الخسائر التي تكبدتها الشركات الغربية بخروجها من روسيا سيدفعها طرف ما لن سيكون هو الشعب ولا بد أن تقوم الشعوب بذلك وكيف يتم ذلك؟ برفع الدرائب ومزيدا من التضخم وبالتالي سيعصر الشعب ويصبح أكثر فقرا من ذي قبل طيب بخبرتك يعني كيف سيتأثر العالم كله والشرق الأوسط تحديدا بفكرة هذه المشكلة الاقتصادية الكبرى يعني أوكرانيا وقبلها كورونا وبالتالي الأزمات الاقتصادية هل يمكن أن يعاد سيناريو 2008 أو سيناريو عام 1929 الكساد الكبير يعني هل سيناريوهات قابلة لأن تتكرر بهذه الطريقة المخيفة؟ نحن نتجه نحو ذلك كالركود العالمي الكبير أوروبا ستكون الأكثر تأثرا أمريكا الأقل تأثرا الصين ستكون بشكل جيد لأنهم يستطيعون الحصول على الطاقة الأرخص تمنا وكذلك الهند أما الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج الجنوبية لديهم سياسات طويلة الأمد وأنظماتهم السياسية ليست مبنية على سياسات قصيرة الأجل لديهم فرص أفضل للتأقلم مع هذا الركود الشرق الأوسط الأنظمة السياسية ليست مبنية على سياسات قصيرة الأجل أي بانتخابات كل أربع سنوات بل هي طويلة الأمد أما الأمر الثاني فإن الدولار القوي وارتفاع أسعار النفط ستمكن الشرق الأوسط من الخروج من هذا الركود بشكل أفضل لكن بما تفسيرك بأن هناك دول في الشرق الأوسط تعثرت قبل أوروبا نفسها والسبب هو الحرب في أوكرانيا هل تجد علاقة؟ للأسف الأكثر استفادة كانت إيران لأنها حصلت على تذكرة عبور مجانية من أمريكا بأنهم يستطيعون بيع نفطهم وربما لا تفتيش على برنامجها النووي وبالتالي يمكن أن تصبح نووية قريبا ولا آر سببا يمنعهم من ذلك فهم لن يكونوا قادعين لأي تفتيش ولا لضغط أمريكي وهو نظام عصابات وبالتالي التهديد ليس الركود في الشرق الأوسط بل نظام الإيراني النووي نعم والغرب ينكر هذا الواقع وهذا إنكار جديد من السياسيين الغربيين باباك إماميان الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية سيد باباك شكرا جزيلا لك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط هجوم بزورقين مفخخين لضرب مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي التحالف قال إن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد له من محافظة الحديدة وكانت لمهاجمة ناقلات نفط أملاق عبرت مضيق باب المندب قال وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي إن السلام الحقيقي لن يتحقق في اليمن إلا بزوال جماعة الحوثي ومشروعها الإيراني مشيرا إلى أن تحقيق السلام يتطلب أيضا دعم مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية وقواتها المسلحة لفرض خيار السلام وعودة الأمور إلى نصابها واستعادة الحق والحرية والانتصار للشعب اليمني وتحريره من سطوة ميليشيات الحوثي وإنقاذ اليمنيين من جرائمها وأضاف في احتفال وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بتخرج دورة الضباط العاملين في مركز القيادة والسيطرة لجميع الهيئات والقوة والمناطق العسكرية والوحدات الأمنية أضاف أن المعركة بحاجة لاستنفار الجهود وتوحيد الكلمة وتوجيه المجهود الحربي نحو العدو الأساسي وهو الحوثي دع المبعوث الأممي إلى اليمن جوردنبارج الأطراف المتحاربة في اليمن إلى هدنة خلال شهر رمضان وقال إنه مع اقتراب شهر رمضان ومع تدهر الظروف الإنسانية في اليمن يدعو الأطراف المتحاربة إلى الحد من العلف واتخاذ خطوات فورية لتخفيف المعاناة بما يشمل تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع الأساسية بما في ذلك الوقود كما يدعو الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء وفي حسن نية في الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة على وجه السرعة استهدفت ميليشيات الحوثي بمسيرة مفخخة ثكنة للقوات التابعة للمجلس الانتقالي في مدرية الحد بمحافظة لحج القريبة من محافظة البيضاء وفد مصدر عسكري أن الهجوم أسفر عن مقتل قيادي ميداني وعصابة عنصرين آخرين وأضاف المصدر أن طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي من محافظة البيضاء انفجرت في موقع عسكري تتمركز فيه وحدات من المقاومة الجنوبية والحزام الأمني في منطقة الحيد التابعة لمدرية الحد يافع وردت القوات المتمركزة في الموقع بقصف استهدف مواقع مفترضة للحوثيين قرب الحدود مع محافظة البيضاء إلا لعنوين النتو يجدد رفض أوكرانيا وفرنسا تدعو للحفاظ على قناة حوار مفتوحة مع روسيا وعدم خوض حرب ضد ضحر أوكرانيا تقول إن موسكو فقدت نحو 15 ألف من جنودها وأن العملية العسكرية روسية ستنعار خلال شهر إبريق روسيا تجدد رفضها اقتراح إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا وتطالب بدفع أداة النفط والغاز بالرغم موسيقى حالف يدمر زورقين مفخخين وعدة لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة وإحباط هجوم عداء جنوب البحر اتهت هذه الساعة سنترككم في استراحة قصيرة بعدها نعود مرة أخرى لنفتح بقية الملفات التي هي مدرجة على أجندة ساعتنا القادمة كالعادة سيكون الملف الأوكراني هو الأبرز للنقاش لكن الملف اليمني سيبقى أيضا حاضرا في هذه الساعة للقاء اشتركوا في القناة